للثورة رجالتها دون أن يتوقف الأمر على عمر طال أو قصر هذا الرجل مقاتل في الجيش السوري الحر وقائد ميداني في كتائب الهجرة إلى الله التي يقودها الملازم أول أبو رحال الختيار كما يسميه من حوله من المقاتلين رجل بلغ من العمر ما بلغ وحفرت في وجه السنون آثارها لكنها لم تنل من جسد ما زال صامضا وماضيا في معركته ضد الطغيان على حد قوله الحمد لله أنا مدني بس شاركت بهدة ثورات وأنا شاركت بهروب كتير قبل الثورة حياتي كل سائر بسائر وأنا بسيط جدا ألف الحمد لله بس وين في ثورة لو كانت في فلسطين نحن من روح قضى فترات طويلة من حياته في الحرب كان مقاتلا في صفوف الفدائيين الفلسطينيين لسنوات طويلة مع بداية ثورة الكرامة كان الاختيار من رجالاتها الذين خرجوا إلى الشوارع ومن ثم انتقل إلى حمل السلاح بعد أن ازدادت قوات النظام قسوة وعنفا تحدث إلينا عن معركة خاضها هنا في قرية ربيعة متنقلا بين المباني واصفا ما جرى بكل نشوة معبرا عن فرحة انتصار لا تنتهي يجينا عليهم من ثلاث محاور من الجبل من ثلاث محاور ومن الطريق العام ومن تحت من الشارع الرئيسي واصلاحنا الحمد لله هو قوازف أربيجي أكتريت صلاحنا نحن من الغنائم لأن لما البلشنا بالجبل نحن معنا شفوت صيد بارودة بس كلما نغنم من الجيش الأسدي نأخذ ونشتغل ونوسع نشاطاتنا على الأرض الحمد لله رشاشات بكسة وقوازف أربيجي وبندقية حديثه إلينا كان بلهجة سكان مدينة اللاذقية سرد خلال حديثه ما دار هنا حولهم من تفاصيل في معركة تحرير مخفى الربيعة ومبنى بلديتها بجمل تدل على معرفة بالحرب وتفاصيلها هذه قزائف الدبابة هذه السجاية تقلوية هذه السجاية تبعيتهم تطلع الأرض مليانة الختيار واحد من كبار السن الذين لم يمنعهم سنهم من المضي نحو هدف وغاية يجزم يقينا أنها مشروعة وسامية محمد حج بكري أوريانت نيوز ريف اللاذقية